من غزة ينضم إلينا مراسل الغد حازم البنة حازم ما هي التفاصيل المتوفرة لديك طيران الاحتلال شن غارات على مواقع للفصائل في قطاع غزة نعم مساء الخير في حقيقة الأمر أن صورة الوضع الميداني في قطاع غزة أصبحت عصية على التنبؤ والاستقرار خاصة في ظل تكرار مشهد التصعيد المتبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وجيش الاحتلال ما حدث بالأمس تكرر على مدار الأسبوع الماضي وأيضا على مدار الأشهر وربما العام الحالي بأكمله اطلاق صاروخ باتجاه مدينة عسقلان فتح موجة من ردة الفعل الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى على مواقع متفرقة لحركة حماس في كافة المحافظات في الشمال في الجنوب في رفح واستهدف بطبيعة الحال مواقع عسكرية نقاط رصد منشآت لتصنيع الأسلحة كما يدعي طبعا بيان جيش الاحتلال لكن في كل الأحوال حركة حماس عقبت على هذا الأمر وقالت بأن استمرار تحميل الاحتلال لحركة حماس عما يجري من قطاع غزة هو يعني يأتي في إطار خلق المبررات لاستمرار للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتنكره لمعاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون كارثة إنسانية خاصة في ظل واقتصادية بطبيعة الحال وإضافة إلى ذلك ما يتعلق بجائحة كورونا وما خلفته من مضاعفات على واقع القطاع الصحي وقدرة غزة على مدوات الإصابات المرتفعة في صفوف المصابين خاصة أن جيش الاحتلال أيضا في إطار تشديد الحصار يربط مسألة إدخال أجهزة التنفس الصناعي بقضية حل قضية الجنود المأسورين لدى حركة حماس وهذا الأمر مع ما يتعلق بتفاهمات التهدية وكسر الحصار لم يحقق اختراق بعد في مصار جهود الوسطاء سواء في مصر أو الأمم المتحدة ولذلك تقول حركة حماس بأنه ما يتحكم بالمعادلة الميدانية هو سلوك الاحتلال على الأرض هي ترى بأنه ما زال سلوك الاحتلال عدواني ويتجاهل أي استجابة سواء للوسطاء أو لجهود الدولية فيما تعلق بإنهاء الحصار عن قطاع غزة وبالتالي هناك تهديدات وتحذيرات وجيش الاحتلال يعني يقوم قام هذا اليوم صباح هذا اليوم بمناورة عسكرية تفحص مدى جهزية جنوده لاحتماليات اندلاع سيناريو مواجهة مفاجئة في قطاع غزة هو يستعد لهذا الأمر ويعرف أن حركة حماس تعد العدى وهناك المجموعات الشبابية في قطاع كرد فعل حازم هل الأمر آخذ في التصعيد برأيك؟ هي بكل الأحوال رد فعل يعني أطلق الصاروخ من قطاع غزة قام الجيش الاحتلال بالرد تكرر هذا الأمر الأسبوع الماضي ويتكرر دائما لكن العقدة في الموضوع السبب الرئيسي هو استمرار الحصار وعدم تحقيق اختراق في هذا الأمر وأيضا بقاء الجنود الإسرائيليين أسرى بحوزة حركة حماس وربط إسرائيل لمسألة إنهاء الحصار بإنهاء هذه القضية هو ما يفتح مجددا وتكرارا استمرار موجة التصعيد ربما نكون هذه الليلة أمام نفس تكرار السيناريو أو الليلة المقبلة أو في أي وقت يمكن أن يكون قطاع غزة على موعد مع التصعيد خاصة في ظل التهديدات والتأهب بين كل الأطراف سواء في جيش الاحتلال أو الفصائل المسلحة في قطاع غزة نعم حازم البنة مراسل الغد كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك